يصادف اليوم عيد البحرية المصرية وهو اليوم الذي شهد إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات مصر أولد دائما سلاح البحرية أهمية خاصة فهي لديها أكثر من ألفي كيلو متر من الشريط السحلي على البحرين المتوسط والأحمر ويبلغ عدد موانئها 21 ميناء إذن كم ضخم من المعدات لا يمكن استعراضها دفعة واحدة لكن نتحدث هنا عن حاملتي طائرات من نوع مسترال الفرنسية وهي سفينة هجومية برمائية هذه السفينة تعرف أيضا باسم حاملة المروحيات هي قادرة على نقل ونشر 16 طائرة هجومية وأربع صف إنزال وأيضا 70 مركبة بما في ذلك الدبابات بالإضافة إلى 450 جنديا وهي أيضا مجهزة بمستشفى يضم 69 سريرا أما الغواصات فتمتلك مصر 14 غواصة بأنواع مختلفة أهمها غواصات تايب 1400 و209 الألمانية الهجومية الحديثة أيضا تمتلك ثماني غواصات روميو سوفيتية الأصل بأنواعها المختلفة الروسية منها والصينية ويمكن اعتبارها أيضا نسخة مطورة من غواصة ألمانية هي حاربت في صفوف البحرية الألمانية في الحرب العالمية ثانية أما إذا ذهبنا إلى الغواصة الإنجليزية وهي تمتلك منها مصر اثنتين هما عبارة عن سفينة من فئة 27 ومن تصميم بريطاني من الغواصات تحت الماء ننتقل الآن إلى الفرقطات أعلى البحرية المصرية لديها عدد وأنواع متطورة منها الفرقطات الفرنسية الإيطالية متعددة المهام ذات الاستقلالية الكبيرة في قطع المسافات ما يجعلها فرقات هجومية متطورة إلى جانب أيضا فرقطتين من طراز آخر وعبر صفقة عقدت عام 2019 أعلنت ألمانيا بيعها ست فرقطات A200 ميكو متعددة المهام والتي تعتبر ثورية بتقنياتها الحديثة كانت تسلمت منها مصر حتى الآن أربع فرقطات أنواع أمريكية أيضا ضمت لصول البحرية المصرية بأربع فرقطات من نوع أوليفر هازرد باري وهي الفئة الأكبر من الفرقطات العاملة بالبحرية الأمريكية إذن كل ذلك ضم قائمة طويلة لمعدات بحرية عسكرية تمتلكها مصر ترجمة نانسي قنقر